لا يبدو أن مسار مفاوضات إدارة بايدن مع إيران سيكون سهلا بعد أن تصاعدت استهدافات ميليشيات إيران سواء في اليمن أو العراق استهداف جديد لمطار أربيل يكمل سلسلة الاستهدافات السابقة للمقرارات الحساسة والبعثات الدبلوماسية في العراق لكن الجديد في هذا القصف هو استخدام الطائرات المسيرة المفخخة في استنساخ واضح لتجربة ميليشيا الحوثي في اليمن ما يدل على أن العقل المدبر لهذه الهجمات واحد وهدفه الإقليمي واحد أيضا استهداف مطار أربيل يأتي بعد الاستهداف الذي تعرضت له منشأة ناتانز الإيرانية وعلى إثرها هددت إيران بأنها سترد على الهجمات التي تعرضت لها وكما جرت العادة لا تجرؤ إيران على الاستهداف المباشر وتلجأ إلى الحرب بالوكالة عن طريق ميليشياتها فمرة ترد عبر اليمن ومرة عبر العراق ومرة عبر سوريا الخارجية الأمريكية عبرت عن غضبها الشديد للاعتداءات المستمرة على مصالحها في العراق وعلى لسان القنصل الأمريكي في أربيل هددت بأنها ستتولى الرد على هذه الهجمات بنفسها ولن تنتظر من حكومة بغداد فعل أي شيء في إشارة واضحة إلى فشل الكاظمي في تحقيق وعوده بحماية المنشآت والبعثات الدبلوماسية على جبهة أخرى توجه إيران نيرانها ففي نفس الوقت الذي استهدف فيه مطار أربيل تم استهداف قاعدة بعشيقة التي يوجد فيها جنود أتراك ما اعتبره محللون أن هذا الاستهداف يعيد إلى الواجهة قضاء سنجار الذي تسيطر عليه ميليشيا الحشد بالاتفاق مع حزب العمال الكردستاني التطورات الأمنية في العراق تؤكد أن إيران لن تظهر حسنانية تجاه الاتفاق النووي وستعتمد هجمات الميليشيات وسيلة للضغط الدولي عن طريق تحويل العراق إلى صندوق بريد للرسائل النارية بين الخصوم